السلام عليكم و مرحبا بكم في شوام شوز كوزينتنا بالنسبة للقتراح اليوم ان شاء الله سيكونوا عبارة على السلطة ممكن انكم تقدموا العائلة ديالكم او لا فارضة نتمنى انها تنال اتجاب ديالكم و لا تنسوش انكم تشاركوا معي في القناة باش تواصلوا بكل ما هو جديد و فرجوا ممتعة بالنسبة المقادر المكونات سيتبقى بطبيعة الحال على حسب المتوفر عندكم و على حسب الحاجة هنا عندي الروز مسلوق في المملح جزر مبخر نحتاج الكورد بالمية خص مغسول من الشف و مقطع صغير تماتين صغيرة درا معلبة درا اللي كتكون طويلة نحتاج البربة مسلوقة في المملح الخيار مقطع طريفات اللوبيا كدلك مسلوقة في المملح بتاطا مبخرة و البيض مسلوق الزين بالنسبة للروز نضيف لي نص علبة جاتني كافية ديال الدرا المعلبة غادي نضيف عليهم العلبة ديال الطون اللي كنكونوا مصفين منها غير واحد شوية ديال زيت كنخليه فيها الزيت لان ما كنضيفوش زيت اخرى ولا زيت نباتية كنخليه غير هذك اللي كيكون معلب فيه الطون باش كيعطي نسمى زوينة لهاد الاصالد كنضيفو ثلاثة معالك كبار تقريبا ديال مايونايز بالنسبة للكمية ديال روز اللي مديره انايا شوية ديال الخل او لعصر الحامض دهنا نستعملت الخل اللي منسم بالحامض و غادي نضيفو الملحة والبزار على حسب الضوق و كنخلطو هاد الروز مزيان حتى كي تخلط هاد مكونات و من بعد كنفرغوهم في المل اللي غادي نضيرو به الشكل او لعلي عليه غادي نضيرو المونتاج ديال هاد الاصالد انا اختاريت غادي نضير المل هادا ديال تيبيروا اللي كيكون مفتوح بهاد شكل هادا ممكن نضيرو اي مول عندكم ديال الكاكل اللي كتفضلو كيف ممكن انكم تضيرو زليفات كيف ما اذكرت هنا كيبقى دائما على حسب الطوق على حسب كيف ما بغيتو الشكل ديال هاصالد ديال كوم يكون من بعد ما كننضيرو الروز ما ننسوج انا نضوقو الملحة والبزاري اللي كانوا خاصين كنضيفوهم قبل ما مبدو نقادو في الروز و كنحاولو انا نضغطو عليهم زيان باش كي تلابقو كي يجي متماسك مني كنحطوه في التبصيل و غادي نقلبو في طبق ديال تقديم كيف ما اذكرت بنسبة الخضر غادي نضيرو الخضر اللي عندكم متوفرة يعني اللي متوفر بغوكولي ممكن تديرو حتى هو يتضيفوه الكل واحد كيدير على حسب اللي عنده موجود كنوضعو اذا الروز كيف ما ملاحظين شكل ديال هاد المول كيتفتح باش كيخلي هاداك العمارة كتنزل مقادة و كيبقى عدنا هاداك الفراغ الوسط هو اللي غادي نوضع فيه الخصو ماتيشا و الكور دي بالمية غادي نضيف عليهم شوية ديال الخل او العصر الحامض دائما الملح والبزار و غادي نضيف عليهم شوية الزيت باش اللي بغايا كلهم ما يجبقوش باسلين اذا كيبقى على حسب الضوق الملح والبزار غادي نخلطوهم و غادي نوضع كل شيف في هاداك الحفرة اللي كتبقى الوسط ما ننسوش انا ننضيفه الزيت نباتية غير واحد شوية دائما باش تخلط لنا هالتوابل غادي نوضعهم في المول اولا في الوسط ديال المول ديال الروز كيف ما كتشوفو نحاولو انا ننظهرو الالوان كاملة يعني الخضر والبيض والحمر باش يعطيو المنظر ديال ديال هاد الالوان كيعطيش شكل ديال مزوين من بعد مني كنكملو هاد الاصالاذ اذا و غادي نبدا نقعد في الخضر الخضر كما اذكرت اما مبخرة مرشوشة بالملحة او لمسلوقة بالملحة لان انا ما غاديش ندل لها التوابل من بعد و غادي نحضر ليها السلسة اللي غادي نوضعها معها وكل واحد كي بقى يضيف على حسب الضوء دياله انا هنها يقسمت على 4 لانها الطبق عندي كبير ممكن ندلوه على جوج او لا 3 على حسب الكيمية اللي حضرته بطبيعة الحال غادي نوضع دب اللوبيا حتى هي غادي نحاول دائما نشكل بالطريقة اللي كتكون مقدة ونحاولو نخالفو في الطبق نخالفو الخضر مع بعضها باش كنا نغيرو في الالوان اذا هنا مبعد مدرة اللوبيا اللوبيا الخضراء غادي ندير خضراء اخرى اللي هي الجزر حتى هو هي بنفس طريقة نقسموه على 4 انا قطعتو على انصف حيث لي هادك القلب ديالو غادي نقطعتو طريفات باش يجي في الاكل ديالو مزيان ورشاه بالملحة ومبخرة غادي نستمرو دائما بنفس طريقة غادي نوضع دبل بربا حتى هي دائما نخالفو بقي عندنا الخيار اذا بغيتو تضيفو كروفات مقليها كفشو يدي الزيت حتى هو ممكن تضيفو تزينو بالروز كي بقى دائما بطبيعة الحال على حسب على حسب الرابة ولا حسب متوفر وكذلك على حسب المائدة اللي بغين تقدمو لصلاة كتمشي على حسب شنو بغين تحضرو من بعد كيف ما ملاحظين غادي نصفف الخيار اللي قطعتو بعد ما نقيتو حيث لي زريعة حتى هو قطعتو في شكل ديال الجزر قطعتو انصف اللي كتكون شوية رقيقة كناخدو الليكور دي بالمية اللي حتفضنا بهم اول عفوان الماييس كنوضعوها كما بين ما بالخضر ونحاول انني نبعد شوية لانني في ما بين كل حبة وحبة ديالدرا غادي نوضع انصف ديالبيض لمسلوقين بعد شكلها وغادي نزيين دابا بالبيض بالنسبة للزيين خديت جبن اللي كيكون طري كيكون كريمي كناخدو الكيمياء لحسب رغبة نديرو منها كويرات كنمروها في زنجنان غادي نضعها في ديكور دون ونديرها في فوق السلطة اختاري سألني غنديرها في ديك الحفرة اللي فيها الخص غندير كورة أخرى غادي نمررها في بافو باش نهرس الالوان هدي كفكرة للزيين وغادي نديروها كتبقى اختيارية ناخدها بنفس طريقة وغادي نضعها في الجهة اللي كتكون مقابلة مع الكورة البيضة باش كنخلفو الالوان ونحاولو انا ننزينو بواحد الشكل اللي كيكون مقد اذا غادي نستمر ندير ربعات الكويرات بهد الجبن وندوزو نحضرو السلطة اللي غادي نرافق بها هاد السلطة بالنسبة لهد الجبن إلا بغايتو توضعوه فوق خبيز ديال الطوست قطعوه دوائر وتحمروه نديروه حتويو تحطو فوق الجبن او للديك رومي المدخن دائما تزيين لحسب الضوء بالنسبة للسلطة اذا غادي ندير هنيا على حسب اللي مستعملة انايا ديال الخضر مع القاة كبيرة ديال الموتات مع القاة كبيرة تقريبا ديال الخل غادي نضيف لهم ملحه والبزار وغادي نبدا نضيف في الزيت نباتية بشوي بشوي وحنا نتربوه في هاد السلطة حتى كتطلق عندنا وكيو اللي عندها واحد القوان ديال السلطة ممكن انا نسقو بها لسلطة ممكن الا بغي تضيفوا لها واحد الفص ديال التومة باش تنسموها كيف ما كتفضلو اذا غادي نستمر بهاد الطريقة حتى غا نحصلوا على واحد القوام اللي كيكون شو يمطلق هادي بالنسبة للفيناجات الأولى اما بالنسبة للسلطة تانية درت نفس طريقة متاغد الخل ملحه والبزار وغادي نضيف اليهم واحد جوة المعلق اللي كيكونو صغار عمرين ديال المايونيز باش نغير نفس السلطة ما يكونوش جوجون فحل فحل اذا هذه السلطة اللي وجدنا اليوم نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم دائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا جرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وبصحة وراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة